ووضح يسوع المسيح من خلال صياق الحديث يعني كما هو مكتوب في الكتاب المقدس في روميا ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد بل بإصحاق لاحظ الكلام يدعى لك نسل أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله بل أولاد الموعد يحسبون نسلا بحسب روميا الإصحاح التاسع فإذن بيتكلم عن نسل إبراهيم أولاد الموعد فهون بيتكلم من يفعل الخطية فهو عبد للخطية عبد للخطية يعني من يفعل هنا بيتكلم عن فعل الخطية عن الاستمرار بفعل الخطية مثل ما اتكلم الرسول يحنى قال كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا والخطية هي التعدي عم بيستمر عم بيتمادى على الله فالخطية هي استهزاء بالله الخطية هي البعد عن الله الخطية هي التعدي على قوانين الله الخطية هي ضد قداسة الله ضد كمال الله ضد أخلاقيات المسيح والخطية هي التي تلوث الحياة والكيان فإذن اللي بيفعل ويستمر ويمارس هذه الخطية فهو عبد للخطية ترجمة نانسي قنقر